اشتركوا في القناة في كل مكان الرب بارك حياة الجميع خلينا نسمع طيب أنا برحب مجددا بالمشاهدين وأريد أن أطلعكم اليوم على آخر رد سيكون لي على الشيخ منقز السقار فقد واصل الشيخ منقز رفضه لطلبي في أن أختار موضوعا إسلاميا الذي أريد وهذا كنت أعرف جيدا وأنتم تابعتم كيف فظللت كل هذا الوقت ألح عليه بكل الطرق ليقبل ولم يقبل وفي ذات الوقت كشفت الاستعلاء والخيلاء التي بدأ بها أمثال جاء دورك يا وحيد وغير ذلك من أمور صبيانية وقد فعلته فكل الاستعلاء الذي بدأ به تحطم من أول مرة طلبت فيها أن أختار موضوعا إسلاميا كما اختار هو وهذا ما أرعب الشيخ منقز وظل هذا الاستعلاء يتهاوى مرة تلو الأخرى حتى اضطر لممارسة التزوير ليغلق عليّ الاختيار وكنت أعرف وقلتها له صراحة إلى أن تقوم الساعة لن يجرأ الشيخ منقز فيقبل اختياري لموضوع إسلامي يلزم به نفسه وهذه ستبقى غصة في حلق الشيخ منقز السقار وسؤالا في ذهن كل الأحباء المسلمين الذين تابعونا خلال هذه الشهور الطويلة وحيد وافق على موضوعك في الخطيئة الأصلية بأي اسم تختار أنت يا شيخ منقز فلماذا لم ترضى بأن يختار هو موضوعه الإسلامي وأبقى دقائق في اسم الموضوع الذي تحداني به الشيخ منقز ففي كلامه المرة قبل الأخيرة حاول أن يدلس على المشاهدين بأن الاسم ليس الخطيئة الأصلية مع أني وافقت على موضوعه الخطيئة الأصلية بأي اسم يختاره حتى أغلق عليه فرصة التدليس التي يريد أن يهم بها المشاهدين فأغلقت عليه هذه الثغراء كما أغلقت عليه من قبل كل الثغرات التي تحدى بها حتى لا يبقى لديه مهربا إلا أن يوافق ولم يوافق كذلك كان الشيخ منقز في المرات السابقة يحاول أن يبرر أفعاله التي قام بها فيقول وحيد يسبني أضحكتني يا شيخ منقز كن مسؤولا عن أفعالك وكلامك فلما كذبت ووضعت كلاما على لساني لم أقله وقلت لك أنت كاذب في هذا الأمر لأنني لم أقل هذا الكلام وأثبت كذبك فتأتي وتدعي كذبا أن هذا سباب فماذا تريد أن نسميه غير كذب أعلم تكذب نعم أنت كذبت في هذا الأمر ولما قمت بالتزوير وقصيت الفيديو في طلب المرعب بأن أختار موضوعا إسلاميا فقلت لك أنت مزور وملفق فتدعي كذبا وتزويرا بأن هذا سباب مع أن ما قمت أنت به في أي عرف في العالم هو تزوير وتلفيق وكل اليوتيوب شافوا تزويرك الذي قمت به يا شيخ منقذ السباب عندك وأنت تتقن وتتفنن فيه في أمور هي أصلا خارج موضوع المناظرة وقبل أن أسمعكم تبرير الشيخ منقذ السقار للتزوير الذي قام به اسمحوا لي أن أعطي مثلا لطريقة التزوير التي اتبعها الشيخ منقذ فمثلا تقول لي تعالى يا وحيد نذهب في رحلة ترفيهية فأقول لك أنا موافق على الرحلة ليس لدي مانع ولكن بشرط أن تكون رحلة صيد فتأتي وتقص كلامي وتقول اسمعوا وحيد وافق على الرحلة وتسمع الناس بدون خجل فقط العبارة التي أقول فيها أنا موافق على الرحلة ليس لدي مانع وتقص شرطي لأن تكون رحلة صيد هذا ما فعل الشيخ منقذ وأريتكم إياه في ردي الأخير السابق والآن ماذا تتوقعون في تبرير الشيخ منقذ على التزوير الذي قام به مثلا هل قال أنا مخطئ ما كان يجب أن أقص كلامك في هذه الجزئية تحديدا وأدعي أمرا غير صحيح صعب أن تتخيلوا أو تصدقوا تبرير الشيخ منقذ لتزويره ولكنه بالنسبة لي كان أمرا متوقعا فأمثال هذه التبريرات فهمناها جيدا خلينا نشوف فيديو رقم واحد ونرجع مرة أخرى يا أستاذ وحيد كنت دائما تزعم أنك وافقت على موضوع الذي أنا اقترحته وأنك بمقابل ذلك تريد أن تختار أنت موضوعا تخترحه عليه فكل ما حصل أني ظننتك صادقا حين كنت تقول بأنك وافقت على الموضوع الذي اقترحه موقذ فكل ما حصل أني ظننتك صادقا حين كنت تقول بأنك وافقت على الموضوع الذي اقترحه موقذ فكل ما حصل أني ظننتك صادقا حين كنت تقول بأنك وافقت على الموضوع الذي اقترحه موقف فأين إذن الموضوع الذي اخترته أنا وأين موافقتك عليه حتى تقول ظننت يعني لنا أكثر من ستة أشهر ونحن نتكلم عن مناظرتين والآن فجأة ظننت أنها أصبحت مناظرة واحدة ظننت يا رجل بعد كل هذه الشهور الطويلة تقول ظننت وأنت تعرف طلبي الذي لم توافق عليه ثم تقول ظننت هذه يقولها من يلعب استغماية يا شيخ منقذ كيف تقص كلامي وتزور الفيديو في هذه الجزئية تحديدا وفي نفس الوقت تقول ظننت كيف ظننت وأساسا موافقتي مبنية على موافقتك لطلب الذي لم توافق عليه أصلا فكيف ظننت هل أصبحت المناظرتين مناظرة واحدة فقط فجأة لتقول ظننت صحيح اللي اختشوا ماتوا يا شيخ منقذ يقول الشيخ منقذ أن كلامي على تزويره هو اللعب استغماية ومراهقة متأخرة وأنا أسألك الآن ما هي العقول التي تريد أن تقنعها بهذه الحركات الصبيانية التي تقوم بها من قص ولصق ما هي الأدمغة التي تريد أن تمرر عليها هذه المراهقة المتأخرة هل كلمة زننت يمكن أن تكون صدقا بعد أكثر من ستة أشهر من محاولاتي المتكررة؟ هذه حركات صبيانية لصبيان اليوتيوب يا شيخ منقذ تعرف يا شيخ منقذ أنا سعيد لأن كل هذه الخطوات بيننا قد وثقناها صوت وصورة ورفضك لأن أختار ما أريد من موضوع إسلامي لن يمحى أبدا وتزويرك للفيديو وقصك لكلامي لن يمحى أبدا وأخيرا تبريرك لتزويرك الذي قمت به لن يمحى أبدا أيضا وعلى كله أنت رفضت طلبي وأنا لا أريد أن أضغط عليك أكثر من ذلك حتى لا تقوم بأشياء أخرى غير لائقة فقد زورت الفيديو من قبل ولفقت كلاما لم أقله والله أعلم ماذا يمكن أن تفعل أكثر من ذلك خاصة لما كشفته للمشاهدين حاولت أن تبرر تزويرك بظننت بعد أكثر من ستة أشهر من طلبي المتكرر فكان تبريرا أقبح من التزوير والآن بعد كل هذه الفرص التي قدمتها لك لتوافق ولم توافق فأنا من الآن لست معنيا بما ستقول فقل ما تشاء وسب واشتم كما تريد ومارس ما يحلو لك من مراهقة متأخرة ولعب استغماية مع نفسك فأنا أعرف أن كل ما ستقوله ما هو إلا محاولة ذر الرماد في العيون شكرا لكم أحبائي المشاهدين طيب شكرا لك مشاهدين أهلا بكم مرة ثانية سؤل رسول الإسلام سؤال عن موضوع حصل في الماضي الغابر وطبعا عشان يثبت أنه نبي من عند الله فهو ما ردش على السؤال لكن خل الإجابة تنزل وكأنها وحي فهل الإجابة كانت صحيحة؟ ده اللي حنشوفه بنعمة المسيح في حلقتنا تعالوا نشوف مع بعض عنوانها الغاز أصحاب الكهف في القرآن حنكون في انتظار مشاركاتكم نتمنى أنه إحنا نقدر ناخد عدد من المشاركات حسب ظروف الحلقة بنرحب واحد مرة ثانية ونشوف موضوعنا أهلا بك مرة ثانية أهلا فدوى ومجددا برحب بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان رب يبارك حياتكم جميعا أنا عارف أنه ما عندكش وقت النهاردة هحاول قدر الإمكان عشان أنا ظلمت المشاهدين مرات عديدة صحيح لكن هحاول أن نعطيهم ناخد فكرة عن الحلقة؟ الحلقة ببساطة هي سأل رسول الإسلام ثلاث أسئلة طبعا راحوا جابوها من أهل الكتاب المشركين راحوا لأهل الكتاب فأتوا بهذه الأسئلة نعم وقدموها إلى محمد سؤال عن فتية نعم في الدهر القديم وسؤال أو في الدهر الأول وسؤال عن رجل يعني طاف مشارق الأرض ومغاربها وسؤال عن الروح النهاردة موضوعنا فقط في السؤال الأول عن فتية ذهبوا في الدهر الأول هذا الموضوع بالتاعنا هنشوف كيف جرت الأمور طيب خلينا نشوف كيف جرت الأمور بداية أبدأ بابن كثير كانت الفكرة أمامكم الآن سلوه عن ثلاث يعني هذه هي النصيحة من اليهود إلى المشركين سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنهم قد كان لهم حديث عجيب وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه وسلوه عن الروح ما هو فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم كان هذه هي السلسة أسئلة ذهبوا بها طرحوها لمحمد رسول الإسلام وهي أسئلة من أهل الكتاب يعني أسئلة لها وزنها لها قيمة نذهب إلى القرطبي وقال مجاهد أيضا وقتادا وعكرم والضحاك ومقاتل والكلبي احتبس جبريل عن النبي حين سأله قومه عن قصة أصحاب الكهف وزلق القرنين والروح ولم يدري ما يجيبه ما كان عارف جاوبه ورجى أن يأتيه جبريل بجواب ما سأله عنه قال عكرم فأبطأ عليه أربعين يوما وقال مجاهد إثنتي عشر ليلة وقيل خمسة عشر يوما وهي الأغلب يعني وقيل سلاسة عشر وقيل سلاسة أيام يعني الآن أنا عاوز بس المشاهد يكون معي أتوا يتحدوا هذا الشخص يتحدوا بإيه في نبوته وقدموا سلاسة أسئلة هل هذا هو الوقت الذي يغفيه جبريل؟ ولا عشان هو مشعار في الأسئلة هذا هو الوقت الذي كان يكون جبريل حاضر على طول في اللحظة هذا التحدي لنبوته ما كان يجب أن يتأخر جبريل رسول الإسلام وعدهم تعالوا غدا لأن غدا دي نكتة حخت بها بعدين قال لهم تعالوا غدا وغدا أتى وأتى بعد غد وأتى بعد غد وأتى الغالبية خمستاشر يوم منهم من قال أربعين ومنهم من اتناشر إلى آخر نعم فنكمل هنا فقال النبي أبطأت عليه حتى سأظني واشتقت إليك ده بيكلم جبريل أبطأت عليه حتى سأظني ما أعرف نبي كيف يسيء ظنه بالذي مفروض يأتي إليه تجاي ولا ما جاي فقال جبريل إني كنت أشوق أشوق منك ولكني عبد مأمور إذا بعسته نزلته وإذا حبسته احتبسته الشكان بقى يقول ووجه ذكر هذه القصة في هذه السورة أن اليهود لما سألوا النبي عن قصة أصحاب الكهف وقالوا إن أخبركم فهو نبي وإلا فلا كل هذا دار ثم قال رسول الإسلام سورة الكهف وصورة الكهف هي عبارة عن مجموعة قصص منها الفتية ومنها ذو القرنين ومنها جوج ومجوج هي مجموعة قصص ومنها موسى والخضر أيضا لكن هنا إحنا بنشوف هل أجاب الإجابات السليمة يعني تعرف ذو القرنين وكيف الخرافات فيه لكن أنا دلوقت عايز أركز على ما قاله في أصحاب الكهف نذهب إلى أنا معلش بس في عجالة كذا لم يدري ما يجيبهم الرسول مش عارف يرد عليهم بإيه وده المفروض حاجة في الماضي صحيح ومع ذلك الرسول هو بيتنبأ عن أمور قادمة يعني هو الماضي مش عارفه بيتنبأ على المستقبل ده اللي بيتحفون به الأحباء المسلمين الحاجة الثانية التعامل مع جبريل جبريل أشوق يعني جبريل قاعد في حضرة الله ومع ذلك هو بفكر مشغول بأخ أنا ريا كام زمان ما شفت محمد أنا مشتقله يعني حضور الله لم يغني جبريل عن محمد ذلك لأنه ليس جبريل الحقيقي ومجرد صورة وهمية شوفي القرآن أو الإسلام الإله وهمي هو ليس الإله الحقيقي هو إله وهمي اخترعه محمد وجبريل وهمي ورسول الإسلام يستخدم هذا الوهم لكي ما يوهم به الموهمين أصلا اللي هم في جزيرة العرب ما هو زي ما أنت بتقول دائما هي أسماء هو أخذ أسماء بالضبط هو الإسم وبيوهم نعم نشوف ماذا قال في سورة الكهف سأقرأ منها جزء أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدة فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق يعني الحق دي غريب جدا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى طبعا أنا مش حقرأ كل الجزء لكن حيجي تباعا في وقته كالعادة نلاحظ في سورة الكهف يبتعد رسول الإسلام عن في قصته أو في قصصه عن أمور تاريخية فمثلا لا يقول لنا من أسماء هؤلاء من أسماء الملوك الذين كانوا في عصره أو جغرافيا مثلا طب فين المكان أين هذا المكان أين هذا الكهف ولا حتى أسماء أصحاب الكهف المعروف أصلا يعني هذه القصة يأخذ منها درس أكثر من أنها تكون كواقع لكن هي موجودة في التاريخ المسيحي يعرفها المسيحيون ويأخذون منها دروسهم وعبرهم هي ليست لها علاقة بالعقيدة المسيحية من حيث أننا لو لم أؤمن بها تبقى هناك مشكلة هي موجودة في التاريخ أذهب إلى الطبري فماذا قال الطبري يعني الطبري عارف أكثر من محمد فكان ممن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروم يقال له دقيانوس كان قد عبد الأصنام وذبح للطواغيط وقتل من خالفه في ذلك ممن أقام على دين عيسى بن مريم يعني دين عيسى بن مريم اللي اذبعوا عيسى بن مريم دول اسمهم إيه؟ مسيحيين نعم مستكسرين يقولوا مسيحيين كان ينزل في قرى الروم فلا يترك في قرية ينزلها أحد ينزلها أحد ممن يدين بدين عيسى بن مريم إلا قتله حتى يعبد الأصنام ويذبح للطواغيط يعني هنا معروفة ثلاث قرون الأولى كيف عانى المسيحيون في كل الأماكن المسيطرة عليها روما في ذلك تحديداً كمان بالأكثر في روما صحيح العجيب أن محمد قال سبب دخول هؤلاء الفتية إلى الكهف والتوحيد يعني سبب دخول الفتية المسيحيون المسيحيين إلى الكهف هو التوحيد وبذلك يشهد دون أن يدري أن المسيحيين هم أصل عقيدة التوحيد نعم لأن الفتية مسيحيون كل من تناول هذه القصة نعم الفتية مسيحيون موحدون رفضوا عبادة الأوسان كالمسيحيين في كل العصور رفضوا عبادة الأوسان يبقى ضرب محمد كلامه في قرآنه عن اتهامه للمسيحين بالشرك في مقتل نعم دي بداية أول جزئية فقال عن أصحاب الكهف المسيحيون وما يعبدون إلا الله في قرآنه نعم طيب معروف في ذلك التاريخ اضطهاد الدولة الرومانية للمسيحيين فالسؤال طرحوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما شأنهم نعم فماذا كانت إجابة محمد يعني السؤال يهودي السؤال من يهود نعم الإجابة من التاريخ المسيحي الذي لا يؤمن به اليهود يعني النهاردة اليهود حينما طرح سؤاله متوقع أن تأتي إليه الإجابة التي هو سأل عنها نعم من قال أن اليهود يؤمنون بالفتية وأصحاب الكهف نعم لا يؤمنون أصلا لا يؤمنون بالمسيحية نعم صحيح قصة التاريخ المسيحي التي ذكرت الفتية هي أوقع من القرآن لأن أصحاب الكهف في القصة المسيحية دول ناس أموت ماتوا يعني أغلق عليهم الكهف وماتوا في الكهف في القصة الإسلامية في القرآن لا دول أحياء دول موجودين طول هذه السنوات أحياء في القصة المسيحية ماتوا بس حفظت أجسادهم من التحلل لكنهم أحياء هذا ما أربك محمد رسول الإسلام فجعلهم في قرآنه أحياء نيام نعم ثم إن السؤال ليس فيه كهف سؤال عن عن فتية ذهبوا في الدهر ذهبوا في الدهر فهو قاعد يدور الفترة دي كلها مدعيا أن جبريل تأخر وسنأتي بالتبرير اللي أسوأ من هذه الأجزوبة دائما هناك تبرير أسوأ من الأجزوبة نعم ليس فيه أصلا كهف السؤال عن فتية ذهبوا في الدهر وسنعرف لاحقا تباعا كل شيء أنا دي كام مدخل إلى الحلقة لو عندك أي استفسار قبل أن ندخل لا أدخل إذن الحلقة ستكون عن الكهف 9 إلى 26 وسأتناول فيها ثلاث موضوعات ما هو الرقيم؟ كم عدد السنين التي قضوها في الكهف؟ كم عدد أصحاب الكهف؟ وسأأخذ الجزئية الأولى ما هو الرقيم؟ طيب نذهب إلى سورة الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أول فتية إلى الكهف سنين عددا نحن نقص عليك نبأهم بالحق لحد هنا سأكمل هذه الجزئية بعد قليل خلينا في البداية نروح شوي مع الرقيم نحاول معرفة ما هو الرقيم طيب أذهب بداية إلى ابن كثير سورة الكهف التسعة ابن كثير عن ابن عباس قال القرآن أعلمه إلا حنانة إلا حنانة والأواه والرقيم يعني القرآن أعلم محمد كل شيء إلا الثلاثة دول قال ابن عباس ما أدري ما الرقيم أكتاب أم بنيان هذا حبر الأمة لكن الغريب وفي نفس التفسير نجد ابن عباس يقول الرقيم الكتاب مع أنه من شوية بيقول أنا ما بعرف إيه هو وقال سعيد بن جبير الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف القصة المسيحية هناك لوح كتب عليه أسماءهم وقصتهم وتاريخهم نذهب إلى الجلالين يقول والرقيم اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم طيب سورة الكهف تسعة مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسف يقول والرقيم اسم كلبهم كثير من الفسرين الرقيم هو اسم الكلب اللي معاهم أو قريتهم أو اسم كتاب كتب في شأنهم أو اسم الجبل الذي فيه الكهف أو كتير هم مش عارفين إيهذا أذهب إلى تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأب السعود العمادي سورة الكهف التسعة يقول والرقيم كلبهم وقيل هو لوح رصاصي أو حجري رقمت فيه أسماؤهم وجعل في باب الكهف وقيل هو الوادي الذي فيه الكهف وقيل الجبل وقيل قريتهم هي محاولات لفهم الرقيم نا نا طيب إذا كان ده كلام عربي ونزل بلغة قريش هل ابن عباس ليه بيقول أنا ما عارفه نا صحيح هل الرقيم يعني إذا كان بتقوله فطاح للعرب طيب فطاح للعرب ما عارفين كلمة في العرب بتاعهم نا هي محاولات لفهم الرقيم وإحضى الاقتراحات المتكررة أنه اسم كلبهم ثم تفاجأ أن في القصة القرآنية فيها كلب يعني فيها الرقيم وفيها كلب دي الجزئية لأنا قلت هنا سأكمل بعد قليل خلينا نكمل نشوف ماذا قال نحن نقص عليك طبعا هنا في الكهف والرقيم ثم نكمل وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باصط زراعيه بالوسيط يعني إذن في القصة هناك كلب نعم وبالتالي الرقيم في الثقافة العربية قبل الإسلام هو الكلب ثم يأتي يضعه في القرآن فيختلط الأمر على المفسرين ليس المفسرين على الصحابة نحن نتكلم على ابن عباس صحيح صحيح أعطي فرصة للمشاهدين بما قال البعض عن الرقيم طيب فأذهب إلى الدر المنثور في التفسير المأسور لجلال الدين الصيوطي سورة الأعراف 93 والتفسير الكبير البحر المحيط لأبي حيان الأندلوسي الأعراف 91 وتفسير جامع البيان في تفسير القرآن لإبن جرير الطبري الأعراف 91 نقرأ أن رجلا من أهل مدين يقال له عمر بن جلهاء قال سمعوا في الثقافة العربية اللي بيسموها الجاهلية قبل الإسلام ماذا قال عمر بن جلهاء بيتكلم من أيام شعيب ما يسمى النبي شعيب ماذا قال يا قوم إنا شعيبا مرسل فذروا سيبوا سيبوا مين عنكم سميرة وعمران بن شداد إني أرى غيمة يا قوم قد طلعت تدعو بصوت على صمانة الوادي الغيمة دي هتعمل وإنكم لن تروا فيها ضحاء غد هتنتهي منكم إلا الرقيمة يمشي بين أنجالي يعني وكأن الغيمة دي اللي هتشيل الكل ما هيكون في إلا الرقيم ثم يكمل هنا ويقول المفسر وسمير وعمران كاهناهم والرقيم كلبهم يعني إذن ده بينقل لنا ثقافة قبل محمد نعم ثقافة العرب الرقيم الكلب نعم هل هناك يعني في مفردات العرب الكلام ده موجود أن الرقيم هو الكلب نعم وأوردوها هؤلاء أيضا في التفاسير الإسلامية خليني أروح لتفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأب السعود العمادي سورة الكهف تسعة يقول والكهف الغار الواسع في الجبل والرقيم كلبهم ثم يستشهد تفتكر يستشهد بمين بشعر لأمية ابن أبي الصلط هذا الذي دوخ محمد نعم فماذا قال أمية قال أمية ابن أبي الصلط وليس بها إلا الرقيم مجاورا وصيدهم والقوم في الكهف هم مدو يعني هذا المفسر أبي السعود يقول أن الرقيم هو الكلب ويأتي بدليله من أمية ابن أبي الصلط أن الرقيم ده هو الكلب لفت نظري البروسوي في جزئية غريبة جدا ماذا قال البروسوي شوف معايا كذا تفسير روح البيان للبروسوي قال والرقيم هو كلبهم أيوا بلغة الروم يعني دايخين نعم دايخين مش عارفين يعني الرقيم نعم مين من اللي جاب التايها في المواضع دي كلها جاب الحسين الآجري واحد من مفسري القرآن طيب اسمعوا وشوفوا المفردات التي في اللغة العربية قبل الإسلام لنعرف ما هو الرقيم تفسير القرآن لحسين الآجري سورة الكهف التسعة ذكرها أيضا روح البيان للبروسوي الكهف التسعة يقول والرقيم يروى عن الصاحب ابن عباد أنه كان يتردد في معنى الرقيم وتبارك والمتاع ثلاثة دول هو مش عارف معناهم ويدور على قبائل العرب نحن نقول عصفورين بحجر لا يا ست ثلاثة عصافير بحجر واحد ليس هو يدور على الرقيم وعلى تبارك وعلى المتاع بحجر واحد الثلاثة كان يلف على القبائل العربية فسمع امرأة تسأل أين المتاع ويجيب ابنها الصغير بقوله الرقيم أخذ المتاع وتبارك الجبل فاستفسر عنها وعرف أن الرقيم هو الكلب والمتاع هو ما يبل بالماء فيمسح به وأن تبارك بمعنى صعيدة فتكون العبارة الرقيم أخذ المتاع وصعيد الجبل الرقيم أخذ الفوط المبلول الذي يمسح بها وتبارك الجبل يعني صعيد الجبل إذن هناك مفردات موجودة قبل الإسلام أن الرقيم هو الكلب نعم ثم يأتي ويضعها في القرآن والرقيم ثم تجد في القصة القرآنية هناك كلب نعم ويذوخوا بقى المسلمين والصحابة لا عارفين الرقيم ده ولا عارفين هل هو اسم الكلب ولا لا نعم ويقولون لنا أنه نزل بلسان عربي مبين والعرب مش عارفين المعاني نعم نعم المهم هو يعني شعر أمية موجود يحل المشاكل شعر أمية موجود وآذي الرجل ذهب لقى ست بتقول أين المتاع وإبنها الصغير جاوب عليها الرقيم أخذ المتاع وتبارك الجبل هنا في الرقيم وجدت نكتة وبعدين لو تحبي يعني تعطي أي شخص مداخله نكتة الرقيم في تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود العمادي سورة الكهف 9 وقيل أصحاب الرقيم آخرون وكانوا ثلاثا طبق عليهم الغار فنجوا بذكر كل منهم كل منهم أحسن عمله يعني دول ناس مختلفين بتوع الرقيم دول وغير اللي بتتكلموا عنهم دول اللي مش عارفين عددهم سبعة ولا تمانية إلى آخرين صراحة النقطة وضح أن الرقيم هو الكل من من وضح من المترادفات اللغوية الموجودة في لسان العرب قبل الإسلام كان هذا هو الجزء خلينا ناخد يوسف من أمريكا مرحبا أخي وحيد أهلا بك أخي يوسف أخذ فدو شونا صحة تمام تفضل أخي أخي وحيد أعيدك إلى كتاب مجاني الأدف في حدائق الأرب تاليف لويس الشيخ الجزء الثاني صحيفة 336 قصة رقم 386 اسم القصة قصة أصحاب الكهف سنة 251 للمسيح يجي بها كان للروم ملك اسمه دقيانوس ويكمل صورة الكهف نفسها موجودة في الكتاب هذا واحد اثنين بنفس الصورة آية رقم 27 يقول لن تجد لسنة الله اللي كلام الله تبديله 22 يقول سيقولون ثلاثة طبيعهم كلبهم خمسة سجن كلبهم المسلمين يؤمنون بأنه هذا كلام الله هنا الله بدل كلامه ثلاثة نفس الآية 22 يقول ربي أعلم بعدتهم إذا هو كلام الله ما هي ذي الورطة هنا 26 ذي الورطة يا أخي يوسف نعم يقول ربي أعلم أيوه كلام الله أو أكو الله ثاني ما عدا الله اللي كتبه قرآن سآتي إلى هذه الجزئية لاحقا وسآتي إلى أيضا التاريخ بتعدك يوصل لحضرة الزكرة منذر الصقار تقدر جابني على آياء ثنين منذر الصقار أنت مستواك ما عليش ما عليش عزيزي يوسف خلي كل واحد يعني خلينا في الحلقة بتاعتنا يا رجل يا رجل الله اسمعني بس اسمعني بشكرك شكرا للمداخل الرب يباركك شكرا لك يا أخي يوسف طيب فإذا هذا كان موضوع الرقيم هل أكمل نذهب إلى الجزئية الثانية ما هو الرقيم خدناها نشوف كم عدد السنين وذي يمكن أثار دلوقت الجزء الأخ يوسف خلينا نشوف عدد السنين أنتقل بداية إلى الكهف نقرأ منه 11 إلى 26 لن أقرأ الكل إذ أول الفتية إلى الكهف فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا نحن نقص عليك نبأهم بالحق يا رجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ثم نكمل وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم ولبسوا في كهفهم اسمع الكلام ثلاثمائة ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا يعني قاعدوا كان ثلاثمائة وتسع سنين نكمل قراءة القرآن بعد ما قال ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا الورطة قال قل قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد يا رجل أنت بتكتب ومشو أخد بالك مش أنت كتبت دلوقتي وقلت قاعدوا تلاثمائة وتسع سنين تجي تقول الله أعلم بما لبسه هو اللي يعلم الغيب دي ورطة دوخة المفسرين برضو طبعا طبعا المفسرين انتبهوا أن هناك إشكالية إشكالية كبيرة أنت بعد ما تجي بتقول قاعده 309 جاي بعد كي تقول الله أعلم أنا ما عارف قاعده الله أعلم طيب يا أخي لما الله أعلم وانت بتتكلم رسولك ده اللي قاعد متحير مش تقوله قل عددهم كم سايبه متحير ليه الآن يتحدونه وسؤال تحدي وانت جي تكلمت كلام المفروض يعني وما قال له العالم قال 309 والله أعلم فما أعطى حاجة واضحة يعني مش بس تناقض تناقض طبعا هو خايف هو خايف يقوله ويسبته نعم فبعد ما قاله عمل خط رجعه أقول الله الله أعلم لو جاء سأله وما أنت قلت 309 يقول بس أنا قلت الله أعلم نعم أذهب إلى الطبري يقول اختلف أهل التأويل في معنى قوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 فقال بعضهم ذلك خبر من الله تعالى ذكره عن أهل الكتاب أنهم يقولون ذلك كذلك يعني الكلام هذا ما من الإله هذا بعض الناس يفسره بعض الناس يفسره قالوا هذا ما كلام إله القرآن ده كلام أهل الكتاب هم بيقولوا 309 واستشهدوا إيه إيه دليلهم هنا بتال 26 واستشهدوا على صحة قولهم ذلك بقوله قل الله أعلم بما لبثوا وقالوا لو كان ذلك لو كان ذلك خبرا من الله عن قدر لبثهم في الكهف لم يكن لقوله قل الله أعلم بما لبثوا وجهما فيه صحيح وقد أعلم الله خلقه مبلغ لبسهم فيه وقدره صحيح يبقى أنت عارف وقلت يبقى يبقى إيه وجه الكلام مرة تانية يجيبون والله أعلم نعم ده كان مجموعة مجموعة أخرى وقال آخرون بل ذلك خبر من الله عن مبلغ ما لبثوا في كهفهم لا ده ما أهل الكتاب ده فعلا هما ده كلام خبر من الإله وليس من أهل الكتاب لا بل أكتر من ذلك فيه ناس اللي مع الرأي ده اللي بيقولوا ده رأي الإله نعم خبر منه خبر منه ده بيقولك كمان هو حدد السنين فماذا قالوا عن الضحاك ابن مزاحم قال نزلت هذه الآية ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة فقالوا أياما أو أشهر أو سنين فأنزل الله ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا يبقى في الفريق التاني بيقول لا 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 استنوا ده فعلا حقيقة هي ثلاثمائة وتسع سنين طيب يا ترى الطبري هيحل الموضوع ده ازاي لأنه ده كلام غريب جدا نعم أنت معايا أنا معاك عشان الموضوع شوية لا لا معاك أنا وأنا عارف الطبري دائما بيحبي يعني يعمل نوع من الوصل كده بين الشيء وعكسه صحيح يحبي عنده تعبير كده هو بيقوله بيقول في الآخر وأولى الأقوال في الصواب في نظر نعم فيجيب الاثنين وحطهم مع بعض هو دلوقتي كسر الموضوع دلنهار ده ما عمل جمع بين الاثنين طيب قال ايه بقى الطبري وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال كما قال الله عز ذكره ماذا قال ولبث أصحاب الكهف في كهفهم رقودا ثلاثمائة سنين وتسع سنين وذلك أن الله بذلك أخبر في كتابه قال لا ده كلام الله طيب حتحل 26 ازاي نعم أمر مضحك بصراحة أمر مضحك في هذا الحل أحبائي المسلمين ده القرآن بتاعكم القرآن بتاعكم الإله مش عارف مرة بيقول 309 بس الله أعلم إذن مين اللي بيتكلم في القرآن مش انت مش انت اللي مفروض انت العارف ازاي الله أعلم نعم هنا مستنين احنا بقى التبري طيب هنشوف التبري يحاول يحل الموضوع ازاي يلا 26 بقى وقول من قال ذلك من قول أهل الكتاب وقد رد الله ذلك عليهم فإن معناه في ذلك إن شاء الله كان أن أهل الكتاب قالوا فيما ذكر على عهد رسول الله يبقى هو هنا طلع من الحتة دي بيقول لك لا هو الرد ايه أن للفتية من لدن دخول الكهف إلى يومنا 300 سنين وتسع سنين قال لا هو ما بيرود كم قعدوا في الكهف بيرود أنه أهل الكتاب قالوا من ساعة ما دخلوا الحد النهاردة 309 آه طب ده رد أهل الكتاب يعني اللي في القرآن ده بتاع أهل الكتاب لا لا هو 309 بس هو بيوثق أنه 309 لكن لا أعلم مش مدة بقاءهم حلها زي الله أعلم الله أعلم بالكلام اللي هما بيقولوا أنه من ساعة ما طلعوا آه طيب فهمت من ساعة ما دخلوا الحد النهاردة طب انت لما عارف كل حاجة بتخلي النبيك ليه تاعي مفروض توريه يكمل هذه الجزئية ثم قال جل ثناؤه لنبيه قل يا محمد الله أعلم بما لبثوا بعد أن قبض أرواحهم من بعد أن بعثهم من رقدتهم إلى يومهم هذا لا يعلم بذلك غير الله اسمها الحد الغريبة وغير من أعلمه الله بذلك يعني في ناس عارفين في ناس عارفين بس محمد ما عارف يعني أنت بيؤكد هنا أنه في ناس تاني عارفة بس محمد لا يعرف طيب أنت أنت أساسا جاي بالكلام ده عشان تعرف محمد القصة معروفة عند المسيحين في التاريخ المسيحي المفروض أنت جاي تعرف محمد بالسؤال اللي هو تسأل فأنت جاي حطيت الغاز في نفس الوقت لا ديتهم العدد ولا عرفتوا كم مكثوا وكم عددهم دي هنجيه بعد شوية برضو ما مش معروف إذن هي يعني أنت جاي ليه إذن وبعدين هذا الاعتراف الخطير لا يعلم شوف بيقول لك هنا إيه لا يعلم بذلك غير الله وغيره من أعلامه الله بذلك طيب من هو أولى أنك تعلم بذلك الآن غير رسولك؟ صحيح؟ بالذات في الوقت هذا؟ لأنه ما عارف لأنه ما في إله لأن الكلام كله وهمي بعدين السؤال ليس فيه كهف كما ذكرت أصلا سؤال عن فتيا في الدهر الأول فكانت إجابته عن فتيا في عصره نعم خلي بالك في عصره؟ طبعا في عصر لأن في مشكلة في الفتيا اللي ذكره محمد السؤال مش عن فتيا في الدهر الأول نعم هو ذكر فتيا في عصره ليه؟ المشكلة أنه حسب قصة القرآنية يكونوا معاصرين لمولد محمد يبقى دي مش الإجابة السؤال عن فتيا في الدهر القديم نعم كيف؟ قال في قرآنه أنهم مكثوا في الكهف كم سنة؟ 309 ممتاز تعالي نحسبها طيب حسب القرآن مكثوا في الكهف 309 سنة طيب القصة ترجع لعهد الإمبراطور داكيوس 250 ميلادية 250 ميلادية وقعدوا 309 لو جمعناهم يكون تاريخ خروجهم من الكهف 250 زائد 309 يبقى إحنا وصلنا سنة 559 ميلادية يبقى إحنا مولد محمد سنة 571 يعني جاب لولدته بـ 12 سنة يبقى هو بيتكلم عن فتيا في عصره هو ليس عن فتيا في الدهر القديم في الدهر الأول يعني السؤال كده بيقى فيه أكتر من صغرة خلينا أقول طبعا الأولى لو بدأنا بديه أنه هم معاصرين لمحمد ليس في الدهر والثاني أنه اليهود جواب يسألوا المفروض الإجابة تكون يهودية بالضبط فهو بيجاوب بتاريخ مسيحي أو بقصة مسيحية يعني القرآن يسقط في أبجديات الحساب والتاريخ تاريخ وحساب وجغرافيا صحيح السؤال اليهودي زي ما أنت ذكرتي وكان لا بد أن تكون الإجابة من الكتاب الذي يؤمن به اليهود وهو العهد القديم الذي يوجد فيه أشهر فتيا في التاريخ اليهودي كله لا يوجد فتيا في التاريخ اليهودي أشهر من الفتيا الثلاث شدرخ وميشخ وعبدناو اللي كانوا في السبي البابلي في عهد نبو خزنصر وفعلا لهم القصة العجيبة زي ما قالوا اليهود طبعا قصة عجيبة جدا يبقى اليهود لما بعتوا المشركين بالسؤال عن فتيا في الدهر ما بتكلموا عن فتيا مسيحيين نعم بتكلموا عن فتيا يهود نعم ده المنطق نعم أنا يهودي حسأل عن الفتيا بتوعي صحيح مش هامجد وأبجل في فتيا مسيحيين أنا لا أؤمن بإيمانهم نعم صحيح صحيح ايه يا حباء يا مسلمين نعم بقى السؤال من اليهود منتظرين الفتيا اليهود في أمرهم العجيب الذي حدث في أيام دانيال النبي في سفر دانيال مش منتظرين إجابة عن فتيا مسيحيين هم لا يؤمنون بعقيدتهم وينطبق عليهم الدهر الدهر القديم الدهر الأول نعم الدهر الأول صحيح بلا شك فدي كان الجزئية الثانية كم عدد السنين طيب أنتقل إذن للنقطة الثالثة تفضل خلصنا ما هو الرقيم خلصنا كم عدد السنين ما عارف هو السنين كم مر قالها وتراجع عنها نحير المسلمين نشوف كم عدد أصحاب الكهف نذهب لسورة الكهف نفسها علشان نعرف عدد أصحاب الكهف في التاريخ المسيحي مش بس عددهم أسماءهم معروفة بالمناسبة الطبري ذكر أسماءهم إيه رأيكم يا مسلمين ذكر أسماءهم طبعا بس إيه مع التحريف الإسلامي المعهود يعني مثلا ده مش في الأسماء طيطس يقولك طيطس كده مثلا ببعض التحريفات الطبري ذكر الأسماء لأنه القصة متداولة معروفة وهو الكهف أصحاب الكهف في أفاسوس برضو قصة مشهورة معروفة في التاريخ المسيحي نذهب كم عدد أصحاب الكهف نذهب إلى سورة الكهف إذ أول فتية إلى الكهف دائما دي المقدمة لنا حاططة فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا نحن نقص عليك نبأهم بالحق أنا حاطط دي بس عشان هذه الكلمة بصراحة لأنه ليس هناك حقا في ما قاله رسول الإسلام إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى يكمل عدد بقى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم طب هو يعني أنا مش عارف أنت مالك ومال اللي بيقولون أنت دلوقتي عندك سؤال أيوة هم بيقولوا كده أنت بتقول إيه مثلا مش كده أنت لو عارفك أنت قلت ده صح أنت رايح تتكلم عليهم بيقولوا ثلاثة بيقولوا أربع طيب يا أخي دول غلطاني أنت بقى بتقول إيه حسمت الموضوع ما حسمت الموضوع مع أنه القصة حسم الموضوع من زمان يعني محسوم القصة ومحسوم العدد نعم واضح أننا في مشكلة في المكالمات نعم صحيح عندنا مشكلة في المكالمات طيب يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب يعني إيه بالظن يعني بالتخمين هما بيخمن هما فرضين تتقول ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم نعم قل ربي أعلم بعدتهم طيب ما تقول لو أنت عارف ما يعلمهم إلا قليل هي دي بصراحة دي ضربة لرسول الإسلام قاتلة لو إلهك صح عارف وفي ناس قليل عارفين طيب ما يعرفك أنت أنت أولى صحيح بالظبط أنت أولى أنت أسرى في الخلق وأنت رسول البشرية كلها وأنت اللي عليك السؤال دلوقت في ورطة أنت موروط يبقى يجي يقول لك ناس بيقولوا ثلاثة وناس بيقولوا أربعة وناس طيب ما تقول لي بسرعة لا وكمان يغيزك ويقول لك فيه ناس عارفين غيرك الله يعني فيه ناس عارفين غيري بيجي امتحنوني وأنا معرفش ما تقول لي ما جال شيء في منتهى الغرابة هل المسلم أنا هستسنى المسلم العامي الشيوخ اللي بيقولوا الكلام ده صحيح كيف يمكن صحيح أن يكون لديهم عزر أو مبرر نعم دينونة دينونة علشان كده هم عندهم شموع هي واضحة صحيح سرج موجودة في القرآن بتقول لك ده لا يمكن يكون كلامي صحيح ده لا يمكن أكون أنا نعم أنا لو عارف كنت قلت نعم ما خلي الرسول ما عارف أي شيء وده ده بيؤكد أنه التأخير اللي حصل هو فعلا كان بيفتش على الموضوع هو مش عارفه جديد عليه أول مرة السؤال يعد عليه القصة ما يعرفش عنها حاجة بحث كتير مش لاجي فتطلع تطلع الألغاز زي ما انت سميت للحلقة تطلع الألغاز الكثيرة اللي احنا هو مش عارف عنها حاجة يعني موجودة قدامه ألغاز وبيحاول يحلها أنه يا جماعة صدقوني أنا بصوا هو الإله هو الإله هو المتأخر هو المتأخر هو طبعا بيدور يبحث معا عند الناس يسمع نعم لسان الذين يلحدون إليه أعجمي نعم وده قرآن عربي الرقيم عربي نعم طيب إذا كان عربي ليه ما يعرفه نعم أنتوا بتقولوا نزل بلغة قريش ما يخلي واحد يقعد يدور ويمشي للقبائل العربية عشان يعرف ما هو الرقيم صحيح نعم أنا مندهش لهذا الكلام تحديدا يقولون ثلاثة خمسة ستة عفوا ثلاثة وخمسة وسبعة سامنهم كلبهم بيقول ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم ما يعلمهم إلا قليل دي اللي مفروض تكون لأي مسلم النهاردة بيسمعنا لازم يسأل نفسه صحيح يعني في ناس ممكن يكونوا مشركين ممكن يكونوا مسيحيين ممكن يكونوا كفار ممكن يكون مش حيكونوا مسلمين بأي حال من الأحوال كده لا يمكن حيكونوا مسلمين عارفين نعم طيب وإنت نعم يعني كل الناس دول من كل الطوائف دي عارفة العدد وإنت لا وبيقول لك فيه قليل عارفين نعم فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ده أمر مضحك ليه إله غريب أنت تعب نبيك وذاكر له قصة ومحيره في عدد الفتية نعم وزي ما ذكرنا فيه ناس عارفة ونبيك ما عارف نعم وتجي تقول له ما تتكلماته جادله خلي بالك ولا تستفتيهم هو يسألهم وهو المسؤول هو اللي بتسئل يقول له ما تسألهم ما تروحش تسأل واحد في معددهم كم عشان يحط نهاية للحوار خط رجع نعم يقول له ما تسألهم ولا تجادلهم ولا تتكلم ولا تعطي رأيك لأنك مش عارف ولا إلهك موجود ولا عارف ولا يعرف أي شيء قصة واضحة جدا نروح للطبري الكلام ده فيهموز زاي رب أعلم بعدتهم ما يعلمهم يقول ما يعلم عددهم إلا قليل من خلقه ما يعلم عددهم إلا قليل من خلقه عن قتادة ما يعلمهم إلا قليل يقول قليل من الناس الله يعني في ناس عرفه وقال آخر بل عنا بالقليل أهل الكتاب يا للهول شايف الجزئية دي خطيرة ازاي رب أعلم بعدتهم بيعرفوا بس هو الإله ما يعلم عددهم إلا قليل من خلقه قتادة بيقول ما يعلمهم إلا قليل قليل من الناس وآخرون بيقول لك القليل دول دول أهل الكتاب بيعرفوا كل حاجة أهل الكتاب وأهل الكتاب دول القليل كل أهل الكتاب دول القليل ما يوارطة بصراح وأهل الكتاب دول كلهم معرفش محمد يعني طلع القصة منهم خالص موضوع منتشر معروف أهل الكتابة عارفين تحديدا المسيحين عارفين القصة نعم هو هي قصة مسيحية هو مش مرتبط كثير بالمسيحين هو ارتباطه باليهود اليهود ما عنده مشي بقصة فهو بروح يستمع لليهود طب ما مش حيلاجي طبيعي مش حيلاجي فالقليل عنده بالنسبة له مين فعشان كده حطوا كلمة القليل أنا بقدر ما كلمة القليل ما لفت نظري فيها هو أن محمد خارج هذا القليل صحيح طب أنا أستأذنك معلش ناخد أبونا استفانوس من أمريكا ألو ألو سلام الرب معكم أهلا بك يا أبونا مرحب بك حبايبي وإخواني في المسيح بالنسبة للبس صالع الصورة على الفلفزيون لكن ما في صوت نهائيا صالوا شي عشر دعية وللأسف أبونا إحنا يعني متأسفين جدا أنا بيكلموني في الكنترول دلوقت بيقولوا فيه مشكلة وبيحاولوا يصلحوها فعلا الرب يكون معكم ويحفظكم شكرا شكرا أبونا استفانوس وذا شرف وامتياز لنا اتصالك بين أبونا شكرا لك شكرا لك يا أبونا شكرا لك يا أبونا شكرا لك يا أبونا طيب إحنا بنعتذر طبعا لأنه إحنا واضح أنه فيه مشاكل تقنية يعني مش بإيدنا معلش سامحونا يعني على اللي بيحصلنا أنا هروح للطبري كيف فهم لا تماري فيهم إلا مراءا ظاهرا وقولوا فلا تماري فيهم إلا مراءا ظاهرا فلا تماري يا محمد ولا تجادل أهل الكتاب خايفين من أهل الكتاب حتى محمد خايف منهم أهل الكتاب فيهم في العدد بتاعهم يعني في عدة أهل الكهف وحزفت العدة اكتفاء بذكرهم يا سلام بذكرهم فيها لمعرفة السامعين بالمراد فلا تماري فيهم إلا مراءا ظاهرا يقول إلا بما قد أظهرنا لك من أمرهم تخيل المراء يكون إيه ما هو المراء فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهر طب يعمل إيه إيه هو المراء الظاهر تندهشي أتاري أنا كنت بسأل هما هما اللي بيحبي يثبت نفسه أنا هنا يقول لك أنا أنا رافض طب إيه الموضوع هو مش عارف بس أنا لازم أكون رافض أنا لازم أكون عند رأي ده هو المراء شوف الطبري قال إيه في المراء وقال آخرون المراء الظاهر هو أن يقول ليس كما تقولون ستة ليس كما تقولون عددهم سبعة ليس كما تقولون ده بس ده المراء ده المراء يعترض على الكلام بتاعهم بس ده إلا مراء ظاهرا تقولهم كده هذا الكلام غلط ليس ستة ولا ستة طب كم ما بعرف طب في قليل عارف أنا مش من القليل طيب أنت جبت كل القصة جبت كل القصة جات على دي يعني هي بس على دي أنت عندك الرقم الرقيم الرقيم وعندك العدد عددهم وعندك السنين الرقيم هو جابه والناس ما عرفتش إيه المعنى فيش مشكلة هو جاب الرقيم طب أنت العدد أنت جبت القصة شمعنى دي اللي أنت توقفت عندها مش جادر تقول ما عارف حاجة ما بعرف ما هو ما إحنا بنحاول يعني نفوق الأحباء المسلمين فيه اللي يفوق الشيء غريب وفيه اللي شوفي ها كل خدمة تخدم في كل مكان في العالم لها ناسا ربنا مرتبة لناس معينين نعم صحيح صحيح ولو واحد صحيح ينتبه ويكسب حياته الأبدية نشكر الله من أجل نعم طيب ليس كما تقولون ليس كما تقولون دا المراء طيب وقول ولا تستفت فيهم منهم أحدا لا تستفت في عدة الفتية من أصحاب الكهف منهم يعني من أهل الكتاب أحدا لأنهم لا يعلمون عدتهم وإنما يقولون فيهم رجما بالغيب لا يقينا بالقول فالشيء الغريب مع أن السؤال موجه لمحمد تتفاجأ أن إلهه بيقوله أنت ما تسأل أنت ما تسأل أو أنت اللي مسؤول أنت اللي بتتسأل وحتى يغلق الباب عن سؤاله في العدد ادعى أن إلهه قال له لا تماري لا تستفتي إذا كان دا الكلام دا صحيح لأنهم لا يعلمون عدتهم طيب إذن من هم القليل أنت ورّبت نفسك في القرآن وقلت فيه قليل بيعرفه صحيح من هم إذا ما كان الناس دول اللي جايين بقصة عارفينها وقديمة عن الفتية السلاس فئتون النار وانت جاي يعني جالب قصة أخرى معروفة أيضا نعم الناس عارفينها نعم بل كيف يعترف أن هناك من يعرف عددهم نعم ولا يقول لمحمد دي حتة لازم المسلم يسأل نفسه صحيح صحيح ومع أن من يعرف هذه القصة يعني ويعرف عددهم إلا أن محمد جعله زي كأنه إيه سر خطير لأنه لا يعرف مع أن الكثير من المسيحين يعرفون هذه هالقصة يعرفون العدد نعم بل خلينا أقول لك عزيزي المشاهد أنه قبل مولد محمد بخمسين سنة تقريبا نسج أحد القديسين أن هذه القصة المعروفة في شعر عمل شعر وهو القديس مار يعقوب السروجي سنة 521 ميلادية عمل شعر شعر لهذه القصة المعروفة يعني ليس القصة لسه 521 معروفة و521 قديس مار يعقوب السروجي عمل شعر نعم شيء معروف شيء موجود عند المسيحيين فدي ورطة كبيرة إحنا شفنا نكتة الرقيم تعالي نشوف نكتة عدد أصحاب الكهف طيب لأنه لسه عندي نكتتين للحلقة غير طيب نكتة عدد أصحاب الكهف شوف شوف المفارقة المفجعة مش لينا لكن أنا أعتقد لمفروض للمسلمين بصراحة مفجعة لكنها نكتة في نفس الوقت بص معايا كذا أن ابن عباس كان يقول أنا من أولئك القليل الذين استثنى الله هيا ابن عباس إيه رأيك كانوا سبعة وثامنهم كلبهم رجعت الحديث الحديث صحيح بالمناسبة يعني ابن عباس بيقول أنا من أولئك القليل الذي استثنى الله مش بيقول لا يعلم عددهم إلا قليل أنا بقى من القليل ها إيه رأيك يا ابن عباس كانوا سبعة وثامنهم كلبهم المفارقة المفجعة أن ابن عباس يعرف ونبيه لا يعرف نعم صحيح صحيح طبعا طبعا يعني ابن عباس جاب الرقم سبعة وثامنهم كلبهم بس محمد رسول الإسلام ما عرف فمن هو النبي ابن عباس ولا محمد السؤال ما هو هنا السؤال طب ابن عباس جاب الرقم من فين وحي نزل عليه وحي ابن عباس حقول لك ابن عباس كان عنده فرصة أكبر بما أنه عاش بعد كده وكان في تلاقي بين شعوب أخرى سمع وعرف قاعد التقص لحد ما عرف اتبري جايبة في كتابه في تفسيره فالقصة بعد ما تقالت في القرآن قاعدوا يدوروا طب فين ايه مين قال الشيء المفجع للمسلم اليوم يسأل نفسه هو من النبي صحيح النبي طب خليك كده هو من الإله إذا كان الإله ما قال قال ابن عباس نعم ابن عباس هو الإله بصراح نعم فلو كان يعرف لقال لأنه ليس بسر خطير عظيم إن كان ابن عباس يعرف نعم نعم طيب أنا معليش لأنه إحنا يعني من ساعة موضوع كورونا والنبي بتنبأ والنبي تنبأ وإحنا يعني دخلنا في حتة هنا ما هو أو من هو المفروض حسب المعتقد الإسلامي الله المتكلم هنا والله ما بيعرف وده ماضي ماضي وحصل وفي ناس كمان بتعرف الجصة وبتعرف العدد وبرضه هو مش عارف كيف بيقبل المسلم وكيف عايزنا إحنا نقبل إنه محمد بيتنبأ بأمور مستقبلية وحتى الساعة وأشراطها وكل الكلام ده كل كيف لك حكس سؤال منطقي جدا بصراحة سؤال منطقي جدا كيف يقبل المسلم كل هذا الكلام يعني بالأولى إذا كان أنت ما عارف أمور ماضية في الماضي وناس موجودين عارفينها فما تجي تكلمني عن مستقبل صحيح ولا تكلمني عن نبوة صحيح طيب بأنتي ذكرت الموضوع كورونا ما طلع يعني المسلمين بيكذبوا كعادتهم يعني ما احترام مش كل المسلمين لكن اللي يأكلوا عيش من وضع الحكسي هم اللي كذبوا نعم عندي نكتتين في هذه الحلقة عايز أختم بيهم طيب نشوف نكتة رقم واحد فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم دون ناس مجموعة هنشوف من دول قالوا بصوا الكهفدة دخلوا خلاص نحن ما زلنا في قصة أهل الكهف طيب ابنوا على الباب الكهفدة بنيان بنيان أي نوع من البنيان ربهم أعلموا بهم رأي آخر قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذنا عليهم مسجدا الله يبقى فيه رأيين ناس بتقول بنيان عادي وناس بتقول مسجد طيب يعني على الأقل الناس دول مسيحيين وقبل الإسلام مستكسر يقول كنيسة مثلا لا مسجد طبعا دي مش النكتة لا النكتة جاية لا مسجد هم برضو مسلمين هم مسلمين المهم نشوف تناقضات المدعي النبوة ونروح لي الطبري واسمع ما يقوله الطبري في هذا النص القرآني في سورة الكهف في الموضوع بتاعنا وإذ الملك مسلم وأصحابه مسلمون دول مسيحيين نا فقال المشركون نحن أحق بهم بالفتية هؤلاء أبناء آبائنا وقال المسلمون اللي هم المفروض مسيحيين بس برضو دي مش النكتة نحن أحق بهم هم مسلمون منا أيها فقال المشركون نبني عليهم بنيانا فإنهم أبناء آبائنا ونعبد الله فيها البنيان ده المشركين هاي عبد الله فيها وقال المسلمون اللي هم المسيحيين نحن أحق بهم هم منا نبني عليهم مسجدا نصلي فيه ونعبد الله فيه ودي مش النكتة ده تمهيد للنكتة خلينا كمان في التمهيد بتاعنا للنكتة نشوف إيه الجلالين الجلالين فقالوا أي الكفار أبنوا عليهم أي حولهم بنيانا يسترهم ربهم أعلم بهم طيب دول الكفار نجي للمسلمين المسيحيين قال الذين غلبوا على أمرهم أمر الفتية وهم المؤمنون لنتخذنا عليهم حولهم مسجدا يصلى فيه وفعل ذلك على باب الكهف عملوا مسجد وصلوا فيه إبقى إحنا هنا دلوقت وصلنا إلى الاعتراف الإسلامي قرآنيا وتفسيريا أن الناس دول الميتين في الكهف دول تبنى إيه عليهم إيه مسجد مسجد أوثق الكلام ده آذي القرآن قدامنا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا أنا بالوقت في قلب النكتة الجلالين كمثال للمفسرين لنتخذن عليهم حولهم مسجدا يصلى فيه وفعل ذلك على باب الكهف طيب النكتة بقى محمد في البخاري ومسلم حديث صحيح لعن قاتل الله اليهود والنصارى ليه عمل عملوا إيه غلط اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا صراحة نكتة يعني يعني مبكية مضحكة في نفس الوقت يعني رسول الإسلام نسى أنه قال في قرآنه أنه بني مسجد على الأماكن التي فيها الفتية السبعة أصحاب الكهف البنى على مسجد أو على فيهم مسجد المسلمين خذ لي بال المسلمين يعني دول المسلمين ديوة مسلمين وهو نسى نعم فيأتي وهو الكلام ده قاله هو بيموت يعني في آخر أيامه لعن الله أو قاتل الله باللفظين موجود الحديث نعم اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا طب إنت نسيت أن أصحاب الكهف بني عليهم مسجد نسيت إزاي ده قرآن وإنت المفروض أول واحد فاهم قرآنك وأنا أعمل الجزئية دي عارفة ذكرت إيه ذكرت الكلام عن التماثيل في الإسلام نعم وفي قرآنه أنه الجن كان بيعمل لسليمان تماثيل نعم المفارقات الغريبة نعم سليمان المسلم سليمان المسلم طبعا اللي ما لنا علاقة به نعم ده غير سليمان الكتاب المقدس صحيح ما عندنا إحنا الجن ولا كان بيعمل له سليمان جن ده في الكتاب المقدس في الشريعة اللي في إيد سليمان المفروض لأنه في التسنية 17 تسنية 17 بيقول لازم الملك يكون عنده شريعة في إيده عشان هو القاضي اللي بيحكم نعم في الشريعة اللي عنده جان يقتل نعم صحيح فيأتي القرآن ويجعل لسليمان عدد من الجان بيخدموه لأوا بيعملوا له تماثيل ما ده اللي لقى في الأساطير هيا ملأي طبعا ما عندهوش حاجة هو ده المصدر بتاعه أو أهم المصادر أساطير اليهود وزي ما أنت قلت قبل كده هو فاكر أنه ده التوراة هو فاكر ده التوراة تلمود اللي كان متداول في جزيرة العرب وكان فاكر أنه ده هو التوراة يعني شوف محمد لا يعرف شيء عن الشريعة خالص طبعا يعني شوف الشريعة هو ما بيعرف عنها حاجة وإلا لو هو بيعرف المفروض يعني كان فهم أنه سليمان لا يمكن يعمل كده لا يمكن وده تنبيه كمان لكل بن إسرائيل اللي عنده جان ولا تابعة نعم ده يرجم نعم صحيح ونبهم وهم داخلين أرض الموعد إياكم تعملوا زي الشعوب دية لا يكون فيك جان ولا تابع تابع لها برضو نوع من الشياطين نعم لأنه ده عشان كده يأتي المسلم وبكل بساطة المسلم العادي المظلوم البسيط يتكلم عن جس جن مسلم وجن كافر نعم ما في عزيزي خلي بالك ما في شيء اسمه جن كافر وجن مؤمن دي أرواح شيطانية كلها ما في شيء اسمه جن مؤمن ما تصدق جن مسلم وجن يهودي وجن نصراني وجن ما في كلام زي كده دي خدعة فما تخدع نفسك وما في جن معاك موجود في البيت ولا وانت مع زوجتك في الحالة الشخصية ولا انت في التولت ولا كل ده تخاريف انت عايش ازاي عايش ازاي ومعاك جن في كل مراحل حياتك أنا قلتها وأقولها مرة أخرى قبل ما أروح للنكتة التانية انه المسيحي واحنا صغيرين كده في مدارس الأحد علمونا انه في ملاك حاميك حارسك طول ما انت ماشي الملاك ده ماشي معك فكبرنا وترعرعنا واحنا في ضمائرنا ووجداننا انه في ملايكة معانا حارسانا في كل مكان بنمشي فيه على النقيد تماما انت بتتعلم ايه انت بتتعلم انه معك جن قرينك من الجن حتى محمد قال عنده قرين من الجن أعانه الله عليه فأسلم كان جن كافر كان جنا كافرا مع محمد بس أسلم هذه اكاذيب انتبه لحياتك أثمن من كل هذا اللغط ده لغط انتبه جن معاك في الأكل جن معاك في قط النوم جن معاك وانت داخل البيت جن معاك وانت طالع جن معاك وانت داخل دورة المياه ده ايه ده ما تصدي الكلام ده عندي كتعليق قبل النكتة لا خلينا نسمع النكتة وعشان انا كمان حابة لو تختم لنا كمان بقصة الفتي عشان الأحباء المسلمين يعني لا يقرؤوا الكتاب المقدس السلاس فتيا حاضر ناخد القصة بتاعتهم فرصة يمكن يعرفوا انه فعلا هما الفتيا اللي بيتكلموا عليهم اليهود هما فتيا الدانيال مش القصة المسيحية الانتظار الطويل محمد لما تسأل السؤال وجبريل اتأخر جبريل نعم الانتظار اللي وصل لخمستاشر يوم تقريبا ومحمد يبحث ويلهث خلف الأجوبة مم وحتى الأجوبة الإجابة خاطئة نعم لكن المشكلة في حرج كان واضح انك انت فين الإجابة انت قلت وعدت تعالوا بكرة نعم تعالوا بكرة فنبي لا يعرف الإجابة لمدة خمستاشر يوم وإله يتركوا الوقت ده أدى إلى الحرج أكيد خاصة ان السؤال فيه تحدي كما ذكرنا فكان لابد من تبرير التأخير لماذا تأخر وذي النكتة دي النكتة الغريبة جدا كيف برر محمد في قرآنه التأخير عن الرد نروح للنكتة الثانية في الحلقة بتاعتنا وهي قرآنية بامتياز ما في شيء له دي بامتياز نشوف قرآنية بامتياز إزاي بقى قالوا في القرآن وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ما هو جلم تعالوا بكرة إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله يشاء الله يعني قال له علشان أنت ما قلت إن شاء الله بكرة عشان كده حصل التأخير مكان لازم يبرر نفسه إيه اللي حصل أنت خمستاشر يوم ما عارف الإجابة طيب ليه تأخر ليه جبريل قال علشان ما قال إن شاء الله فأوعك تاني تقول غدا إلا لما تقول إن شاء الله مع أنه في أمور كثيرة ما جاب صيرة إن شاء الله خالص نعم ما يجاب صيرة إن شاء الله أسئلة كثيرة إحنا أخذناها طرحناها هنا في ما كان فيها علاقة إن شاء الله أبدا نعم صحيح ذا دلوقتي تبرير غريب جدا من إله ساب نبيه المفروض في ورطة نعم وفي حرج نعم وعارف لو هذا الإله عارف حتى لما أدى ما أدى الموضوع متكامل نعم لما قال السنين تراجع فيها فهل هي 309 زي ما قال الطبري وما عرفوا أصحاب الكهف كام عددهم سابهم مع أنه فيه قليل يعرف ودلوقت بنشوف إن كل ده قال إيه؟ قال عشان ما قال إن شاء الله برضو ده يعني معلش إحنا بنطلع لحتة بس نوع من التوسيق أو نوع من التأكيد على إنه إنه محمد فيه مشكلة لازم الأحباء المسلمين ينتبهوا لها دلوقتي إحنا في موضوع تحدي في نقطة تحدي يا محمد إثبت إنك إنت نبي رد لنا على السؤال ده يتأخر الوحي ولمدة 15 يوم ما يعرفش يثبت إنه هو نبي طيب في حديث الإفك اللي بيقال إنه عن عائشة طبعاً الناس مختلفة فيه حديث الإفك اتأخر كام الوحي جبريل تقريباً قرابة شهر قرابة شهر وده أنا هستخدم كلمة ده عرض الرسول طبعاً ده عرضه شرفه صح والناس اتكلمت ولاكة عائشة وصديقها والكلام ده كله وسابوا بيت النبوة يعني جبريل ساب بيت النبوة وتلوس الشرف فين جبريل لمدة شهر تقريباً يعني في أدق الأمور وفي الأمور الحساسة ما قال ما في سيرة إن شاء الله خالص صحيح صحيح بس الشهر ده لأنه لازم ينتظر الحيضة آسف يعني في الكلام فيتأكد إنه هي مش حامل لأنه لو قاله طلعت حامل يبقى فيه مشكلة لو قال خلاص طلع التبرئة وبعد كده فوجي أن هي حامل فكان لابد من الانتظار حتى يتم التأكد أن هناك يعني لا يوجد جنيه مخرج لها أو مخرج لنفسه ثلاثة يوم مع شخص هو يقول أنا لا أصبر على النساء صحيح هذا الشخص يقول أنا لا أصبر على النساء وهي معه هذه الفترة يعني فكان موقف محرج وعلي بن أبي طالب كان رأيه واضح سيبه في النساء كثر يعني ولذلك هي ما سكت له يعني لعلي بن أبي طالب من ذلك الوقت نعم وكانت حرب الجمل نعم يعني عشان كده أنا ده تثبيت يعني أنت عندك الوحي بيتأخر في أمور حساسة جدا جدا ودقيقة المفروض أنه بسرعة يجي المفروض أنه على طول حتى غدا دي ما يستنهاش صحيح يعني مفروض جبريل في نفس اللحظة يكون جاء لمحمد ونزل الوحي إيه إيه المشكلة فليه بيستنى الفترة دي كلها فإنت بتستنى في أدق الأمور ده بيثبت ده والتنين بيأكدوا أنه محمد مش رسول صحيح نعم دي كانت هي فعلاً النكتة بامتياز وقرآنية بامتياز لأنه مش ممكن أنت كل الجلبان اللي حاصل ده أنت كان ممكن تديله وتعادبه ده لو حقيقي يعني تعادبه بينك وبينه لكن الأمر الجلل دلوقتي ومستنيك نعم فهنا دي كانت النكتة ما هي العزر اللي هو يعني أقبح من زنبي ده بالضبط كبه نعم طيب إحنا بقيتنا خمس دقائق فإحنا عايزين نسمع قصة الفترة هو ببساطة الفترة الثلاثة كانوا في السبي البابلي تم سبيهم وكان دانيال النبي معاهم وكان نبو خزنصر شخص واعي بيستفيد من كل القدرات ففتح عمل زي أكاديمية وهذه الأكاديمية كان بيعلم فيها النوابغ من الشعوب اللي هو سباهم فكان ضمن النوابغ دانيال والسلاسفتيا معلش برضو إحنا يعني أنا بعتزل أنه أنا بطلع في حتة كده في الوقت اللي نبو خزنصر المشرك طبعا هو نبو خزنصر ونصب نفسه إله في وقت من الأوقات لكن جمع اليهود اللي هم طبعا أرد الأعداء يعني طبعا للعالم الإسلامي بس خاد اليهود دول واستفاد من الطاقات بتاعتهم في الوقت اللي بنشوف مكتبة الإسكندرية تحرق صحيح كلامك صحيح مية في المية ما عرفوا يستفيدوا منا عندنا كتاب الله هذا كلام عمر عندنا كتاب الله أحرق احنا ما عندنا شيء تاني يعني أفضل من كتاب الله فتم حرق مكتبة الإسكندرية ولن تكن أول مرة للعرب يعني والعرب حرقوا قبل ذلك مكتبة أخرى المهم كانوا في هذا المعهد الأكاديمي وعمل نبوخذ نصر كان حلم حلم أنه شاف تمثال كبير رأسه ذهب وأكتافه وصدره من فضة ووسطه من نحاس ورجليه حديد وخذف الأقدام حديد وخذف نعم فالرأس كان معارف متحير وذكر أنه أنا لن أقول الحلم عشان تفسروه اللي حيجي يفسر يقول أنا حلمت إيه؟ طبعا ده أمر صعب جدا نعم فربنا أوحى لدنيال بأنه يفسر الحلم ففسر الحلم الرأس الزهب والأكتاف والنحاس كلها ممالك نعم مملكة بابل مملكة الفرس بعدها مملكة اليونان الإسكندر بعدين مملكة روما والحجر الذي ضرب التمثال هو المسيح نعم فلما سمع نبوخذ نصر كده أنه بس الرأس راح عامل تمثال كله ذهب وأمر الكل يسجد له فالفتية الثلاثة رفضوا يسجدوا للتمثال اللي عاملوا نبوخذ نصر فكان أمره يقول لمن لم يمتنع عن السجود للتمثال سيلقى فئتون النار فرفض الفتية الثلاثة فأخذهم ألقاهم فئتون النار وإذ به يفاجأ بأربعة ويقول الرابع شبيه بابن الآلهة والنار لم تمسهم فأخرجوا الثلاثة قالوا لهم اخرجوا لا يمكنهم فخرجوا فخرجوا الثلاثة فتية ونصبهم نبوخذ نصر في أعلى المراكز وقال أن أي شخص يتكلم بأي كلمة على إله شدرخ وميشخ وعبد ناغو يقطع إربا لأنه شاف بنفسه هذا الأمر العظيم جدا كيف يلقوا في النار والنار لا تمسهم ده الكتاب قال شيء أعجب من كده حتى رائحة النار لم تكن في سيابها صحيح تعرف النار حرقة إيه؟ حرقة الربط الوسق فكتهم بس وكانوا بيتمشوا في الأتون وأنا أعتقد شخصيا لو سألنا السلاثة فتية وهم في قلب الأتون تحبوا تطلعوا يقولوا لا إحنا معنا ابن الآلهة ابن الله كيف نخرج؟ لا نخرج المكان اللي فيه الكلمة طبعا ده كان إحدى ظهورات اللوغوس في العهد القديم فدي كانت القصة اللي سأل عنها اليهود ما سألوا عن فتية أصحاب الكهف المسيحية اللي هم أصلا ما بيؤمنوا بيها نعم عن فتية في الدهر في الأول زمان نعم فأخفق رسول الإسلام والخمستاشر يوم كان بيحاول يعرف وفي النهاية لقينا الإجابة اللي هي متهتكة دي جاب قصة مسيحية وكمان ناقصة هذه القصة ليست متكاملة يعني فشل طبعا فشل زريع فشل زريع حتى في ذو القرنين هو ذو القرنين كده طلع على ناس ولقاهم ايه ووصل مغرب الشمس مغرب الشمس حلقة رهيبة لازم تحضرها قادمة اهتموا بيها مش هتكون اللقاءة يعني هنيلا عنها شكرا طيب شكرا لك شكرا لك زي ما احنا بنصلي لأجلكم وبنامة المسيح نشوفكم في حلقة جديدة